مرة في مرة في مرة الأسقف زهق منه قال له بقولك إيه أنا مش قادر أحتملك أكتر من كده يتبطل اللي بتعمله ده يا متجليش تاني كان فيه أسقف يعني التاريخ يحكي القصة الحلوة دي أسقف كان جميل حلو رجل إديس فاشتهف يوم من الأيام إن هو يعني يعيش لتجرد ويقتني هذي الفضيل فقال يعني أنا عايز ألبس تحت جلبيتي السودة أفصل لنفسي زي حاجة خيش كده تكون خشنة عشان يعني أقتني هذي دي درجات طبعا عالية جدا وفعلا جاب الخيش واشتراه بس بعد كده قاعد يقول طيب مين هيفصله لي لو وديته للخادم بتاعي هي الموضوع هيتكشف وأنا مش عايز حد يعرف أنا هلبسه تحت جلبيتي بحيس بحدش ياخد باله بس مش عايز بحد يفصله لي مش عارف أفصل ومش عايز حد من الناس تعرف إن أنا بمارس الفضيلة دي طب أعمل ايه قاعد يفكر لغاية لما راح في نوم وبعد كده راح جات له ستة العدرة الجميلة جات له في رؤية قالت له إيه اللي مكدر بس حالك قال لها نفسي يعني أعيش في التجرد فعايز يعني أعمل أفصل الخيش ده اللي جبته بس مش عارف أفصله إزاي قالت له يا سلام أنا أفصله لك انبسط بقى أصغف ده وبعد كده الرؤية راحت صحي من النوم افتكر الرؤية افتكر قال لها يا سلامة ستة عدرة ده أنت جميلة يعني كنت أتمنى فعلا تعمليلي زي ما أنا حلمت كده بيبص كده جنبه لأ الخيش اللي هو كان جايبه قماش متفصل كده على مقاسه ومحطوط وعليه صليب كده فعرف فعلا إن الستة العدرة خيطت له الخيش ده لبس الخيش وابتدى يمارس هذه الفضيلة هم كان عنده واحد رجل شرير وكل ما يجيله الأصغف ده يديله القانون يعترف يديله القانون يروح يرجع له تاني بنفس الخطي يديله تدريبات معينة يروح ويرجع له تاني بنفس الخطي مرة في مرة في مرة الأصغف زهق منه قال له بقولك إيه أنا مش قادر أحتملك أكتر من كده يتبطل اللي بتعمله ده يمتجليش تاني سابوا الراجل ده وبعد تلات أيام رح جاله تاني رح مخبط عليه قال له أنت تاني أنت جاي تعمل إيه تاني قال له أنا كنت الحقيقة قاعد في بيتي وانت قلت لي ما تجيش تاني ليا بس لقيت في نور كده دخل علي وفي واحدة جميلة بتقول لي أنت عايز تقدم توبة طلعا فقال له روح للأصغف قال له أنا هروح للأصغف ما هو مش قابلني قالت له بس روح قل له زي ما ابني قابلك اقبلني أنا كمان قال له ماشي هروح أقول له الكلام ده وليني أنا مش فاهم حاجة بس هروح أقول له بس أكيد مش هيصدقني ده هو مش حد مش عايز يسمعني يعني قالت له طب قل له كده بالأمارة الخياطة بتاعتك هي اللي قالت لي كده وفعلا راح الراجل ده للأصغف قال له كذا 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 قال له ايه ضماني قال له ضمان بتاع الخياطة بتاعتك بتقولك كده هو مين يعرف موضوع خياطة الخيش هو الوحده فعرف ان الرسالة دي جياله من ستة العدر بتقول له زي ما ابني قبلك اقبل انت كمان وقعد معاه واعترف وتاب عشان كده بقول لكم المعاملة بالمثل الستة العدرة قالت للأصغف كده اقبل احتمل هذا الشخص زي ما ابني كمان احتملك عايز ربنا يحتملك احتمل اخواتك الاتنين مش هتحتمل اخواتك خلاص